السلام عليكم ايه الاخبار مني الاسبوع ده في البيت فما فيش حركة كتير فنعمل حاجة ناس كتيرة تطلبتها وهي ريفيو للكندل ان شاء الله هنعرف ايه هو الكندل وهو المين وينسب مين اكتر والحاجات اللي بيتميزوا وهل هو احسن ولا الكتب الورقية فان شاء الله كل ده هنعرفه في الواجتها النهاردة او في الفيديو بتاعي النهاردة وهنحاول ان هو يكون مختصر وشامل وسريع في نفس ذات اللحظة فلتس جت ستارت اوكي قبل ما نعرف ايه هو الكندل لازم نعرف الكندل مش ايه الكندل مش تابلت يعني الكندل هو حاجة خاصة جدا لناس معينين جدا يختلف اختلاف تام عن التابلت التابلت بيشتغل بنظام اندرويد عليه وممكن بجانب الكلام انك تقرأ عليه كتب بيدي اف مثلا وحاجة زي كده الكندل مش كده خالص فالكندل مش تابلت نطلع الكندل بره الصورة ونركز على الكندل الكندل هو اي ريدر يعني ايه اي ريدر اي ريدر يعني اختصار لالكترونيك ريدر قارق الالكتروني بيقرأ كتب الالكترونية لكن بيستخدم حاجة اسمها ال اي انك الحبر الالكتروني يعني ده مش بيكسلز الكلام اللي ظاهر ده ما هواش بيكسلات زي التابلت لا الكلام الظاهر ده هو عبارة عن انك بيتشكل حسب الصفحة اللي انت فيها يعني شوف الرفريش ريت الانك بيتوزع حسب الكلام ففكرة التابلت هو للناس اللي بتحب تقرأ كتير وعلى التابلت مثلا وحاجة زي كده ولكن القراءة على التابلت او اي جهاز مكون من بيكسلات منورة بيتعب العين بيسترينيو ايز بيجهد عينك جامد يعني هو مش مضر للعين زي ما الناس متخيلة ولكن بيتعب العين الجهاز حجمه 6 انش وزنه 200 جرام خفيف جدا جدا يعني قريب جدا في الوزن من التلفون بتاعك حتى في الحجم بتاعه يعني نفس الطول تقريبا واعرض شويتين علشان ايه ياخد شكل الصفحة التقليدي اه هو مفهوش اي بطنس خالص غير ال باور بطن اللي بيبقى تحت هنا مش عارف ممكن تكون واضحة ولا لأ بس في باور بطن هنا ولو عايز تقلب الصفحة اللي بعد كده بتدوس هنا الصفحة القابل كده بتدوس هنا في حاجات كتير جدا جدا يعني مثلا عايز اغير الفونت بتاع الكتابة بضغط هنا وبعدين بروح على الاي اي دي ممكن اختار الفونت اللي يناسبني طبعا او يعني بياخد وقت اديه على ما يقلب او بياخد وقت اديه على ما يستجيب بيبقى ابطأ من التابلت لان زي ما قلت لك ده الالكترونيك انك انك حبر وده فيديده طبعا انه ميتعبش عينك لو قعدت قدامه وقت طويل وزي ما انت شايف انه ممكن تكون الشاشة مضلمة شوية فممكن تعلي الاضاءة بتاع الشاشة لحاجات عالية جدا زي كده مثلا او حاجات يعني متوسطة حسب درجة الاضاءة اللي انت عايزها ده بتجيب له كتب من على الانترنت او ممكن حتى تزور الكندل ستور هنا ده حاجة تبع امازون اه طبعا بتشتري البوكس دي وفيه بوكس بتبقى فور فري من اجمل الحاجات برضو اللي عجبتني جدا انه مرتبط بالجود ريدز لو انت عليك اكاونت على الجود ريد فممكن تربطهم ببعض وبحيث انك تتابع البروجرس بتاع الكتب بتاعتك الكتب اللي انت قررتها الكتب اللي انت عايز تقراها وهكذا اول ما بتفتح الكندل بيبقى في الكتب اللي انت قرتها والكتاب اللي انت بتقراه حاليا يعني مثلا think and grow rich بتاع نابوليون هيل هو ده الكتاب المفروض ان انا بقراه حاليا بجانب الكتاب التاني يعني بس هنا ممكن تضيف البوك مارك علشان تعرف انت واقف فين كمان من اكتر الحاجات اللي عجباني جدا 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 في الكندل للناس اللي عايزين يتعلم انجليزي يعني انت ذالوقتي فيه كلمة انت معرفتهاش فيا دوب بتقوم ضغط على الكلمة شوية بيجيب لك التعريف بتاع الكلمة دي يعني مثلا بيجيب لك حتى مثال على الموضوع بديلك حتى مثال على الموضوع فحلو قوي والكلمة اللي انت بتعمل لها highlight بتروح على طول على your vocab library في مكتبة فيها كل الكلمات اللي انت بحثت عنها بحس انك ترجع لها مرة تانية رائع جدا لناس اللي حابين يتعلم انجليزي وبيحبوا القرية حاجة انا اكتشفتها ويعني مش حاسسها انها مهمة قوي بس برضو الشيء بشي يذكر ان الكتب العربية مش بتبقى مدعمة قوي على الجهاز ده لكن في الجانب الاخر بيدعم ال pdf يعني انت ممكن تقرأ pdf عليه يعني مثلا فيه كتاب اللي هو باب الخروج هنا هو ده عبرة عن pdf ما هوش ebook طبعا بتقدر تزوم in وتزوم out براحتك بس انا شاف ان كراءة pdf هنا مش بنفس متعة كراءة اكبر ميزة في الكندل هو حجمه الصغير وتقدر تخزن عليه كتب كتير جدا 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 وتاخده معاك في اي مكان حجمه الصغير يعني شوف ده 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 كتاب واحد وده الكندل يعني الفرق ما بين الاتنين كبير جدا 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 ده الفرق ما بين الاتنين كمان ممكن تحطه في اي شنطة يعني اي شنطة معاك بكل سهولة تحطه وتاخده معاك في اي مكان فحجمه الصغير ده بيتحلك حاجات كتير قوي بالاضافة ان البطارية بتاعته بتعود كتير جدا 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 ممكن تقعد شهر حرفيا شهر لان الاي انك مش بيستهلك اي باور طول ما هو في فريم ثابت كده هو مش بيستهلك اي باور خالص خالص بخلاف التابلت التابلت طول ما هو في حتى لو في فريم ثابت فهو البكسلات دي بنورة فبتستهلك باتري او يعني بيستهلك البطارية بتاعتك ما كانت رائعة حجة اخيرة بخصوص الكندل انك ممكن تهيلايت اي جزء من الكتاب انك حابب انك تحفظه البعدين وبعدين بعد ما تخلص الكتاب ده ممكن تروح لالنودز او كل الهايلايتز اللي انت عملتها بحيث انك تاخد فكرة عامة او لمحة عن الأحاجات اللي انت حابب تتذكرها من الكتاب اللي انت قريته فتجريت مع الكندل صراحة قلت عليه كتاب ونص بس وله بسبب ان كان عندي مشكلة في عناية فروحت عملت النظارة جديدة برضو المشكلة يعني استمرت فاكتشفت ان الفكرة باختصار ان انا لو عملت النظارة تحت كده شوية الدنيا بتبقى اوضح كتير لما باجي اقرأ على الكندل يعني فالأفرق مع الكندل ده لو انت بتقرأ في الشهر كتابين فيما فوق بالاخص كتب انجليزي مش عربي لان العربي يبقى فيه مشكلة شوية كتب انجليزي مش عربي فجيب الكندل هيساعدك جدا سهل انك تحطه معاك في شمطتك في اي مكان انت بتروحه في اي مكان بقى في مواصلات قاعد مستنى دورك في بانك مستنى دورك في اي حاجة طلع الكندل وقرأ لك صفحة او صفحتين الحاجات البسيطة كل يوم ديت هي اللي بتفرق فعلا فارجحه وبشدة للناس اللي بتحب القراية واللي بيقرأ انجليزي واللي بيخلص في الشهر كتابين فيما فوق بخلاف كده فهو بالنسبة لك حاجة هتبقى استثمار خسران انه مش رخيص وحوالي 120 دولار لو حد يجيو لك مبارا او هتشتري شحنة فهيزيد شوية فده باختصار تجريبتي مع الكندل هل الكندل بقى احسن من الكتب الورقية لأ بالنسبة لي لأ جدا وده لأن رعاية الكتب الورقية بيوفر لك حاجات الكندل مش بيقدر يوفرها بيوفر لك التوتش انك بتمسك الكتاب بيدك بيوفر لك الريحة يعني حيثة انك بتشم كتاب جديد دي طبعا الناس اللي بتقرف اهماني قوي ممكن الناس اللي مش بعيدة شوية ان رعاية استهزأ بالكلام ده بس التجربة ديت انك تشم ريحة الورق ديت ادمان فكرة انك حتة الفرة دي في حد ذاتها انجاز غير الاسوايب او الضغطة اللي بتعمل كده صوت الورق وكمان فكرة ان انت عارف انت خلصت قد ايه محسوس كل الحاجات ديت بالنسبة لي يعني بتبقى تجربة امتعة بكتير من الاراية الالكترونية على حاجة زي الكندل بس انا طبعا صعب ان انا شيل معايا ده على طول كبير وتقيل اتقل من الكندل كبير وتقيل ويعني صعب لكن ده سهل جدا ان انا شيله معايا في اي مكان فده ده اختصار يعني تجربتي مع الكندل طبعا يعني لو انت عايز ريبيو احسن وافضل مني بكتير ممكن تبحث على يوتيوب هتلاقي ناس كتير عاملات ريبيو بس اعتقد ان هو اضافة كويسة جدا للناس اللي حابة تقرأ من اكتر الحاجات اللي خليتني اشتري البتاعدا انه كان عليه خاصم في البلاك فرايديو وكان جاي مع الجلد ده جلد طبيعي اول مرة في حياتي امسك حاجة جلد طبيعي شاف انت السكراتشز والكلام اللي عليه ده ملمس ملمس جميل جدا جدا يعني فيا وكان جاي معا عشان انت برضو فالباكت جاي على بعضها كان على دسكاونت كبير فعشان كده اشتريه في عادي ام ريبيو سريع كده الاهم الفيتشورز بتاع التابلت خفيف صغير تقدر تحمل عليه مئات الكتب تقدر تتعلم بوكابز جديد تقدر تعمل هايلايت للكلام اللي انت بتقراه بيقولك انت قرية كم في المية من الكتاب بتاعك مش هيتعب عينك تقدر تغير درجات الاضاءة في التابلت زي ما ينسبك تقدر تتلينكت مع الاكاونت بتاعك على جود ريدز فتقدر تتابع ريبيوهات بتاع الكتب او تدي ريبيو انت الكتاب اللي انت قريته يعني موجهة بس للإراءة ما علاهوش اي تطبيقات للإقراءة فقط تانكيو جايز لو عجبتكم الريبيو ووصلنا لمرحلة السؤال نسينا السؤال انه بالفاتد باتدعم في سؤال من... يوسف محمد يقول انت دخلت هندسة علشان كنت تحبها وعشان كلية تقيمها امموصف ما او أحد كنت بحب الرياضة فعرف الرياضة جدا احب الرياضة قوي فدخلت هندسة لانها كتة اقرب حاجة للرياضة بس لما دخلت هندسة اكتشفت اكتشافات كثير جدا يعني مافيش مجال نحنا نفرها حالا بس مش الحاجة اللي كنت متخيلة خالص والرياضة ما هيش الحاجة اللي انا كنت متوقعها تماما انت كنت بتتعلم حاجات نظرية فقط مش عارف الحاجات اللي انت بتتعلمها دي بيستخدمها في ايه ولما اتخرجت اكتشفت ان انا محتاج تكامل ثلاثي ولا رياضة اتنين ولا رياضة ثلاثة والحاجات كلها بيزيك فبالنسبة للقسم المدني للقسم اللي انا كنت فيه فللأسف محدش عارف هو بيخش الكليا دي بس اكيد مش بيخشها عشان هو حبيبها يعني حبيتها امتى عرفتها امتى علشان تحبها فيا هي كمبنيشن بقى من مجموع مع حب للرياضة فكونت شايف ان الهندسة هي الخير والكلام ده ما كانش صحيح ولو رجع بها الزمن تاني متأكد ان انا ما كنتش هخش هندسة او بالاخص القسم اللي انا في انا ما كنتش هخش القسم لانه ابعد ما يكون عن اهتماماتي بس النصيب هنعمله اوكي جايز اه سيوا تمورو ان شاء الله